أركان الصلاة 14 الأول القيام مع القدرة لابد أن يقوم في الفريض يصلي قائمة أما النافل يصحن يصلي جالس لكن يأخذ نصف أجر القائمة لسهل يصلي قائمة تكبيرة الإحرام يعني قول الله أكبر الثالث قراءة الفاتح لابد أن يقرأ الفاتح في كل ركع في الصلاة السرية والجهرية الثالث قراءة الفاتح الثالث قراءة الفاتح الرفع من الركوع السجود على هذا السبع الرفع من السجود الجلسة بين السجدتين الترتيب بين الأركان الطمأنين في جميع الأركان يعني لا يسرع في الصلاة لا ينقر الصلاة نقرأ لا يسرع في الصلاة قراءة التشاهد الأخير والجلسة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة الإبراهيمية والتسليم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والصلاة 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 اشتركوا في القناة